أعلنت الصومال مساء أمس خطع علاقاتها الدبلوماسية مع غينيا للاحتجاج على الاستقبال الذي خصصته لرئيس جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد وكانت منطقة أرض الصومال أعلنت استقلالها عام 91 لكن لم يعترف بها أي بلد واتهم وزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى عود في مؤتمر صحفي في مقديشو اتهم غينيا بانتهاك سيادة الصومال ووحدة أراضيها